تتواصل الجهود المصرية المبدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصرية رغم تصاعد حدة الصراع على الجانب الآخر وشهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم في صورة تعكس الدور المصري الكبير لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في قطاع غزة المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مرسل التلفزيون المصرية أهلا بكم وبكل أستاذ المشاهدين لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية والإنسانية الخاصة بمعبر رفح البري وأيضا حجم المساعدات في مدينة العريش إذا ما تحدثنا عن الشاحنات التي دخلت اليوم لمنفذ كرم أبو سالم نتحدث عن 180 شاحنة من ضمن هذه الشاحنات 8 شاحنات للسولار هذه الشاحنات دخلت ولكن بعد بضع ساعات عادت بعض الشاحنات التي أفرغت حمولتها وبعض الشاحنات الأخرى التي عادت بحمولتها دون أن يتقبلها الجانب الإسرائيلي من الأصل في عملية المراقبة التطقيق والمراجعة ومن ضمن هذه الشاحنات عشرات الشاحنات الخاصة بموكالة الأونروا والتي تحمل على متنها أطنان من الدقيق وأيضا الخيام وهذا يعود إلى الأجراءات التعنتية وقلة حجم المساعدات التي تصل إلى الجارب الفلسطيني وهذا ما أشرت إلي الأمم المتحدة سابقا بأن حجم النقص في المساعدات الإنسانية أكثر من الثلثين مما كانت عليه قبل السابع من مايو أي قبل بدء العملية العسكرية في مدينة رفع الفلسطينية لذلك كل المنظمات الدولية وكل الدول تنادي بضرورة عودة معبر رفح البر لتدفق المساعدات مرة أخرى ومن ضمن هذه الأصوات وزير الخارجية القبرصية الذي أكد على ضرورة عودة معبر رفح اليوم خلال لقائه بأسفير سامح شكري وأكد على أن ممر قبرص البحري لن يكون بديلا عن معبر رفح البر في تدفق المساعدات باعتباره شريان الحياة بالنسبة للفلسطينيين وفي هذا الصدد أشار بحجم المجهود الكبير الذي تقدمه مصر في تدفق المساعدات من خلال معبر رفح وجهود مصر أيضا للعمل على الاستقرار في المنطقة فيما يتعلق بالوضع الميداني لزالت عمليات القصف مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المناطق الشرقية والغربية ووسط مدينة رفح ولكن هذا أيضا يؤدي إلى تفاقم الكوارث الإنسانية وأخيرا أشارت منظمة الأنوروى اليوم لأن نقص الوقود أدى إلى توقف محطات تحلية المياه بالكامل عن العمل وأصبحت لا تستطيع أن تقوم بعملية تحلية المياه فعلى الرغم من حدة الصراع على الجانب الآخر مصر لازالت تواصل جهودها في الدعم الإنساني وأيضا الوصول للمسار التفاوضي لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى